اهلا وسهلا مرحبا بكم في قناة الاخوات الثلاث مع وصفة جديدة بطبوط مع مربس الصوصيس كي يجير ايه ابنين وسهلا كناد الوصفة كنتمنت من الاعجاب دي لكم او تشربوها خليكم مع المقار هنا بالنسبة للمقادير دي اللي بطبوط غادي نحتاجه ثلاثة دزليف ديال دقيق الفينو دقيق الاصفر هنا عندي ثلاثة دزليف ديال دقيق الفورس عندي الخميرة معجونة واحد ملقة صغيرة ديال العسل الى ما كانش متوفر ديرو ساندة هنا شوية ديال زيت زيتون سافي غادي نخلط المكونات غادي نضيفو الماء تدريجيا حتى تجمع العجينة من بعد غادي نضيفو شوية ديال الزبدة سافي نستمرو في الخلط حتى كنحصلو على واحد العجينة لينة كما كتشوفو في الفيديو هنا بعد ما كملنا دليق ديال العجينة كنحصلو على هاد الشكل هذا غادي نرطبة لينة غادي ناخد واحد القصرية غادي نديرو فيها شوية ديال الزيت وغادي ناخدوا العجينة ديالنا نحاول نجمعها مسيان من بعد غادي نشكلها على شكل دوائر كما كاتشوفو في الفيديو وغادي نخليهم ارتاحوا واحد شوية من بعد غادي نبسطهم كي يجونا بضبطات صغارين شوية غادي نبسطهم وغادي نخليهم حتى كي يخمروا شكرا اشتركوا في القناة 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 من قمت series بنص الطريقة حتى كي يطيبوا خليكم مع الفيديو القيام بإمكانك المطاق نطعك كان الحقيب مختلفة يجب أن نقضعه يجب أن نضيفпер وهو باقي سخون باش كتسهل علينا الطريق هنا انا قطعتو على هاد الشكل حينت غادي نطويه سافي كان بقاوم مستمرين حتى كان نكملو القطع اللي عندنا هنا بالنسبة الشرمولة دير السوسيس هنا عندي السوسيس غادي ناخدو واحد المقيلة غادي نضيف عليها الزيت نباتية من بعد غادي نضيف لها السوسيس اللي كنقطعو على شكل دوائر هنا بالنسبة للتوابل غادي نضيفو هنا شوية دي اللاموطر واحد معي القاة صغيرة التوابل عندي هنا البزار الكامل الملحة وشوية ديال تحميرة والثومة محكوكة والقصبورو مع دنوس هنا غادي نخلطوا المكونات مزيان ونخليهم حتى كيتقلوا من بعد غادي نصفيوهم ونحيدوهم من المقلة في نفس المقلة غادي ناخدو البصلة هنا عندي تقريبا واحد ثلاثة ديال البصلات الاربعة هنا الخطارية كتقطع له هاد الشكل غادي نضيفهم فوق ديك من الزيت سافي غادي نخلي البصلة حتى كالطيب نبقى نستمر في الخلط حتى كالطيب البصلة مزيان عادي باش غادي نضيف لها هادك السوسيت اللي حضرت من قبل سافي وغادي نبقى نستمر بالخلط حتى كالطيب المكونات وغادي نطفي عليهم فهذه الأثناء غادي نحتفظ بهم على جنب سوف نأخذ القطعة الأولى ديال البطبوت غادي ناخد لسوس ألجيريا غادي ندهن بها البطبوت من بعد غادي نضيف هاد الحوشوة اللي حضرت من قبل ديال السوسيس والبصلة كيما كتشوف في الفيديو فأنا كندير غير فجنب ديال البطبوت من بعد غادي نضيف لها شوية ديال الفروماش وهنا بتطافريت اللي قليلتها من قبل هنا ديما البطبوت يعني اختياري الحوشوة كتكون اختيارية باش مما عمرتهم ويديروا غير نفس الطريقة العمارة باش مما اللي عجبتكم ديروها سوف يهنا يا غادي نبقى مستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل القطع اللي عندي كله سوف يهنا يا غادي نديرهم في البريسة ونخليهم حتى كيدوا بدك الفروماش سوف يكن قدموهم على هاد الشكل كي يجيوا رائعين وبنان كيمكن لكم تقدموهم مع السوس كانت من هاد الوصفتنا الاعجاب ديالكم وتشربوها موعدنا مع فيديو الجيد ووصفة جديدة